ضعيف عليها نقدر نقل لك في تيكنيك مضعيف عليها لنخدم ندير السيستم تاعي نلعب به هذه تانيك هذه نقدر نقل لك هذه غلطة هذه غلطة ندارت اللي خلصناها كارشفير شكو اللي أثر على برمجة المواجهة؟ والله ما عليش على باريش كوني دار هاده لعبنا في هذيك ديجور هذيك لعبنا ديوماش لعبنا مع الارجنتين وعبنا مع البريزيل في بارك عشرة أيام أنا قد نقول لك نركز على هذه هي الغلطة كتر ملا لا غلطة واحدة وخرى أكيد لاربي حسني لو نعود إلى تلك الحادثة رغم أنك قلت أنها تعتبر غلطة ولكن مش هي أي لعب يقدر يقول أنه لعبت ضد أرجنتين اللي تملك ميسي في ذلك الوقت وأيضا المنتخب البرازيلي مع رفقة رونالدينيو ولكن قبل إجابة نشاهد هذه الصور المباشرة لوصول حافلة المنتخب الوطني إلى ملعب جابوما قبل المواجهة الثالثة نعود لك العربي حسني كيف تعتبر مواجهة منتخبي الأرجنتين اللي كان يملك ليوني الميسي ولو أنه كان لعب شاف في ذلك الوقت وأيضا منتخب البرازيل بقيادة رونالدينيو لا، هناك الكورة القدم فيها لعبة الحظ الحمد لله في هذا الكورة القدم لقد كان في المنتخب الوطني لقد كتبت هذه الأرجنتين وقد كان لديهم شاهد من الكورة القدم الحمد لله لقد اعتز بها عندما يحبس الكورة القادمة يعتز بها تلعب قدام اللعبين كبار مثل ميسي، مثل رونالديني، مثل كاكا مثل تلت لعبين خادوا الكورة الدهبية الواحد يعتز بها الحمد لله شو صفات ذوك الواحد ذوك هكذا كي راه الواحد يحبس الكورة القادمة راه الواحد يعتز بها ليه الولاد الحمد لله نشاهد في هذه الأثناء مشاهدنا الكرام وصول حافلة المنتخب الوطني ودخولها من من الباب الرئيسي لملعب جابوما بدولة الكاميرونية قبل ساعة ونصف من المواجهة الثالثة والحاسمة للمنتخب الوطني أمام كوديفور المواجهة التي تدخل في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة يذكر أن المنتخب الإفوري قد تأهل رسميا برصيد أربع نقاط بعد فوز أمام غينيا الاستوائية وتعادل أمام سيراليون في حين المنتخب الوطني يملك في رصيده نقطة وحيدة فقط من تعادل أمام سيراليون في المواجهة الأولى وخسارة مفاجئة أمام غينيا لسوائيا في الجولة الثانية وهو الأمر الذي يجعل أشبال بالماضي مطالبين بالفوز فقط أمام منتخب كوديفور في الجولة الثالثة الفوز الذي لن يكون سهلا أمام منتخب إفوري يملك في صفوفه العديد من النجوم ولكنه يبقى في المتناول أليس كذلك العديد؟ نقطة لك عندي كامل منتخب قوي لازم للوحدي يدي الكنفينس في روحه على جوار بروفيسيونال ما نظنش راح يصغروا من نفوسهم لازم للوحدي يركز لازم تدخلوها مليح في المقابلة وما نتقلقوش مقابلة فيها 90 حتى 95 دقيقة نقدر نسجل دقيقة الأولى كما نقدر نسجل دقيقة الخرامية نقعد مركز على الفوس حسب الصور التي كانت تأتينا في الأيام الماضية خاصة بعدها خسر أمام غينيا الاستوائية كنا نشاهدوا أن النخب الوطني جمل بالماضي كان في كل مرة ربما يسعى للتخفيف من ضغط للاعبيه للاعبيه المنتخب الوطني شوف أنه المنتخب الوطني والحوار الذي يجب على المدرب في مثلي هكذا ظروف أنه المدرب يبدأ يطالب في لاعبه بتقديم أقصى ما لديهم أم أنه يقول أنه معليش هي كانت غلطة صرات الآن يجب تركيز على المواجهة المقبلة شوف أنه المدرب لازم عليه يركز على الغلطات اللي وقع فيها فريقه أو المنتخب تاعه أم أنه يقول أنه لا لا ما عليش هذيك غلطة صرات الآن نحن نعمل على الفوسين المباراة القادمة ورح يخفف الضغط على اللاعبه شوف المقابلة تعالي مقابلة خاصة قد نقول لك مقابلة كأنها مقابلة نهائية ما نظنش رح يركز على المقابلة اللي فاتو عندك مقابلة فيها 90 حتى 95 دقيقة رح المناخب رح يتكلم اللاعبين تاعه ولاعبين هادومه لاعبين محترفين رح يركز ما نظنش أنا رح يحضر على المقابلة اللي فاتو رح يركز على هذا المقابلة اللي عندك 90 حتى 95 دقيقة اللي لازم تفوز بيها إن شاء الله كلنا